ازايكم شباب عاملين ايه? اه ما نكونوا كويسين? احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن وبيتكلم عن حاجة اسمها احنا لو انتم فاكريم الفيديو اللي فات تقدروا تشوفوها سبهولكم برضو هنا اللينك بتاعه. اه كان بيتكلم عن تمام? طيب نهاردة بنتكلم عن لو تاخدوا لكم احنا في جزء في جزء في جزء في جزء بايو هنتكلم عنو يعنشان كا احنا المادة اسمها تمام? طيب هنتكلم عن ايه بقى في الفيديو كتير هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها دينستي. اوكي? حاجة اسمها ايه? دينستي. طيب يا ترى هو يعني ايه? دينستي دي. ايه بالعربي هي معناها كثافة. تمام? ولكن انا يعني مش بحب الترجمة دي انا بحب اترجمها بكلمة الزحمة. يعني ايه الزحمة? اولا تعالى اديك البسيطة عشان قطر تفهمه الاول. تخيل معنا وانا بقول لك احنا مثلا في الجيزة الكثافة السكانية في الجيزة عالية جدا. فانت فهمت ايه? طيب مستر اه انا فهمت ان الكثافة السكانية دي يعني ناس كتير جدا عايشين في المنطقة دي. فبتبقى زحمة يعني. فبنقول ان في كثافة سكانية عالية. لكن مسلا ما نيجي نتكلم على ستة اكتوبر مسلا. فنقول يا مستر دوني هناك يعتبر لحد ما فيها صحرة وكده وبتاع. ومنطقة كبيرة. والناس اللي فيها هناك قليلين. فبنقول ان الكثافة السكانية اللي هناك قليلة. ازا لما اجي اقول لك يعني ايه بقى كثافة? يعني ايه دينستي? تقول لي اه دا انت كده هتتكلم على اللي موجود في دي او اللي موجود في معين. وقول لك هو دا فعلا اللي احنا عايزين نوصل. فالديفنيشن بتاع الكتاب المدرسة هنا بيقول ايه? يقول ان هي الماس بير يونت فوليوم. تمام? هي ماس بير يونت فوليوم او ماس اف يونت فوليوم. طيب. يعني ماس دي ماهلماس دي عبارة عن بارتكيلز. فانا كأني بقول البارتكيلز اللي موجودة في فوليوم معين او في حجم معين يعني. تمام? طيب. هل الدينستي عندنا ليها القانون? اه. الرول بتاعت الدينستي احنا ممكن نكتب دينستي وممكن نكتب حرف الرو. يعني ممكن اقول ان الدينستي لو انت عستحفظ بقى سيمبل ليها هيكون زاهلة بقى فممكن نكتب حرف الرو ده. ده اسمه رو. تمام? طيب. اه الدينستي عندنا من القانون قال لك خلاص هي ماس اوبر فوليوم. تمام? فبالتالي انا قدر اكتبه بالصورة دي. اكتب رو اللي هي الدينستي اكوى الام اللي هي الماس اوبر فوليوم اللي هو الفي. اوكي? دي كده الرول بتاعتنا ونخلي بالك لانه ممكن نيجا عادي عليها سواء. تمام? طيب. طيب يا ترى اليونت بتاعت الدينستي عندنا ايه? طول لا مستر اليونت انا بجيبها بنروره على طول. هنا دي مين? دي الماس بتتقس بالايه يعني? طول لا مستر طيب هل في يونت تانية اكوى لها? او يعني اكوى لها يعني اه. بدل الكيلو جرام احنا ممكن نحط جرام. وبدل الميتر احنا ممكن نحط سنتيميتر. اوكي? بور سري بورد. فبالتالي احنا عندنا تو يونتس للايه? ممكن نقول كيلو جرام بير ميتر بور سري او جرام بير سنتيميتر بور سري. اوكي? طيب. عزونا لحد هنا الدنيا لذيذة. مفيش اي مشكلة. طيب خلاني انتفق على حاجة بقى. ان بتاعة الماتيريال. بتاعة الماتيريال دي دايما الا لو في حاجة معينة تغيرت. تمام? طيب يعني ايه يعني يا مستر? يعني مثلا تعال انا داردش مع بعض. لو جيت بتلك هو مين اتقل? كيلو حديد ولا كيلو? قطن. تقول لها مستر هو اه الاتنين اه طبعا في الناس هتلاقبض باتي قولك كيلو حديد اكيد. صح? طب يا عمي ابو انا بقولك كيلو وكيلو. فأكيد الاتنين في الماس. تقول لها مستر امال ليه انا حسيت ان ان الحديد يعني اتقل. اقول لك ايه عشان انت دايما بتتعامل ان الحديد ده حاجة تقيلة. لكن القطن ده حاجة خفيفة. طب بس لو انا جبت كيلو كيلو. طب هامل ليه مستر اقول لك لا الحديد صغير جدا. تمام? حتة صغيرة قديدة كده تلاقيها كيلو. لكن القطن عشان تجيب كيلو محتاج تجيب لك شوية ولا حاجة. طيب ايه ده? يبقى طب هو ايه اللي خلى ده بتاعه كبير? وده اللي خلى بتاعه صغير? اقول لك دينستي. حانو نعني ايه دينستي? يعني بارتكلز كتير قريبة جنب بعض. طب ما هو في الحديد الصولد ده البارتكلز بتاعته ايه? قريبة جدا 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 لبعض. طب ما مستر طب ما القطن برضو يعتبر صولد. اقول لك اه هو صولد بس البارتكلز بتاعته ايه? بعيدة الى حد ما عن بعض. تمام? طب ما مستر طب ثاني. يعني السؤال كده هايليفل ممكن نشوف انه استعرف تحلو ولا لأ? لو جيت قلت لك انا معايا مكعب كده من الحديد. اوكي? وروح تقطع ربع كده اهو. كيوب كده من الايرن من الحديد. وروح تقطع ربع كده اهو. رحت عملت في ايه? رحت رميته. تمام? واتبقى لي ايه? طب ما كده هيتبقى لي حاجة كده يعني شبه حرف ال ال كده. عاملة كده اهو. صح? وانت اخدت ال ربع ده كده رميته بره? اقول لك اه. تقول لي طب ما اه اه لو انا عايز اجيب طب ال 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 بتاعت ده. والدنستي بتاعت ده. فمستر مش تعال كان نجيب ال 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 رول. فمستر ال رو ايكوال ماس اوفر فوليوم. طيب يا مستر هو هو انت هنا اخدت ايه? مسلا تعالى نعتبر ان هو كله كان وان كيلو جرام. تمام? وال والفوليوم بتاعه وان ميتر كيوبك. اوكي? وانا اخدت ربعه. فمستر انت لو اخدت ربع الكيلو جرام هيتبقى لي انا يعني هبقى انا اخدت ايه? هبقى انا اخدت. تعالى نتكلم مسلا على نمبر وان. تمام? هو الاول. فمستر لو انت اخدت ربعه انا هيتبقى لي 0.75 تلاتة اربعة. طيب طب والفوليوم لو انت برضو اخدت الربع ده ورميته هيتبقى لك ايه? طيب مسلا ما هيتبقى لي برضو 0.75 اذا ما هو ده يدين ايه? يدين اوان كيلو جرام بير ميتر بور ثري. تقول لي ايه ده ثانية كده? طب تعالى نجرب في نمبر دو. دي كده رو وان. تعالى نجرب في رو تو. طيب مسلا يعني بتاعت الحتة الحديد دي لانت خدتها. هتبقى مسلا 0.25 ما هو ربعة. طب والفوليوم بتاعها ما هو برضو واعتبر الكوارتر او الربع. ايه ده? طب ما هو ده ده يدينا برضو ايه? ايه ده? ايه ده? ايه. انت عزتول يا مستر? ان طالما الماتيريال هي الماتيريال. ده ايرن. وده ايرن. ده معنى ايه? ده معنى ان الديناستي ايكل. يا شباب الديناستي مش بتعتمد او ايه 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 ماس ان فوليوم. لا. الماس والفوليوم مهما اتغيره هي في الاخر ايكوال الديناستي. ليه? الديناستي بتعبر او دي خاصة ناتشنل بروبرتي. بروبرتي خاصة ربنا خليها فيها. بتعبر عن الماتيريال دي. طب لو انت جيت دلوقتي روح تقولت لي لأ طب انا كده بس انا قللت الفوليوم بتاع الماتيريال. مش هنفهود لما قالي للفوليوم الديناستي تزيد. اقول لك اه ده تفتكر انت لما اخدت فوليوم قليل مثلا قللت الفوليوم انت خدت ماس كبيرة ما انت برضو اخدت ماس قليلة. يعني لو رجعنا بتاعنا ده. ما هو انت دلوقتي لما انت هتاخد ربع الايه? الفوليوم ده. طب ما انت برضو اخدت ربع الماس. تمام? فلما لما الفوليوم اتغير الماس اتغيرت معاه. وبالتالي زي ما هي. طيب يا مستر يعني كده دنستي. ما بتتغيرش لو الماس اتغيروا. لا. طب امال ازاي دنستي تتغير? عايزك ديما انت تفتكر كده. مصمار حديد عندي زي اه زي مثلا انقطعة حديد كبيرة. فالاخر لو انت رميت الاتنين في في المية. الاتنين يعمل لو هيحصل لهم سينك. طب ليه الاتنين يحصل لهم سينك? لان الاتنين دنستي كبيرة. اوكي? طيب. المفروض كده ان احنا فهمنا يعني ايه دنستي? تعال بقى نتكلم على دنستي اوفوتر. احنا بقى عايزين نتكلم على دنستي اوفوتر. طيب. الدنستي اوفوتر رو الوتر يا شباب. دي رقم احنا بنبقى حافظينه. اوكي? ما بيتغيرش الا لو حصل حابة تغيرات هنتكلم عليها كمان شوية. طب اللي احنا عارفينها واللي دايما احنا حافظينها هي طب هل في او في رقم تاني لها? اه. لو احنا هنقيس بقى بدل بالكيلو جرام هنقيس بالجرام هتبقى وخلي بالك دي حفظ. طيب يا مستر هو ممكن يجي يقول لي حول من كيلو جرام لجرام طبعا. يعني من كيلو جرام يعني برميتر بورسري كيلو جرام بر سنتيمتر بورسري. يس ممكن. ليه بقى? انت دي ما وجود عندك كتاب من رأس. فبالتالي انت مطلب بيها. طيب يا مستر طب انا شايف الفرق ان دي لما كانت بالكيلو جرام برميتر بورسري كانت وان ثاوزن. ولما بقت بالجرام بر سنتيمتر بورسري بقت وان. عارف احنا عملنا ايه? كان انا عشان نحول من دل ده عملنا ديفايد وان ثاوزن. بس كده. طب كل بساطة. تقول لي ادها سانية ممشت. يعني مسلا جي قال لي عندك ماتيريال اسمها اكس. الماتيريال اكس دي بتاعتها بتو جرام بير سنتيمتر بورسري. وانا عزك تحول هالي لكيلو جرام بير ميتر بورسري. هعمل ايه? هعمل العكس. انا لو من الكيلو جرام للجرام هعمل من الجرام للكيلو جرام هعمل باي. فبالتالي ساعتها تبقى ايه وان سالزن. طب مسلا جيت ولتلك عندك بتاعت ماتيريال معينة با اا 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 فايف سالزن. حول هالي من الكيلو جرام بير ميتر بورسري لجرام بير سنتيمتر بورسري هتعمل ايه? هتعمل فتديني بدا فايف سالزن تديني فايف وهكذا انسو اون يعني. تمام? طيب. بس خلي بقى لك بقى من حاجة. ايه بقى حاجة اللي خلي بالك منها ان دي بتبقى عند فور ات فور سوليزيوس ديجري. طيب مستر شو معنى فور سوليزيوس ديجري دي اقولك ده ده حوار هنعرفه كمال شوي. بس انا عايزك تحفظ دلوقتي ان الرقم ده ده عرفين عند فور سوليزيوس ديجري. لو الفور سوليزيوس ديجري دي تغيرت تسعتها دي هتتغير. اوكي? طيب. اه عايزين ندخل في رول تانية. مفروض انت تبقى اعرفها لان اي برضو تم ذكرها في كتابة من درسة. وهي حاجة اسمها الريلاتيف دينستي. طب ايه الريلاتيف دينستي دي بقى? لو انت فكر انت كان عندك زمان كده لما بيقول لك الريلاتيف سبيد كنت بتقول ايه? اصلي الاسبيد دي? هي سبيد بالنسبة لبادي تاني او ابزورفر. فبالتالي بسميها الريلاتيف اللي هي بالنسبة لحاجة تانية. طب انا هنا في الريلاتيف دينستي اقول لك اه هي دينستي برضو الريلاتيف لايه? لديست تانية. يعني يا مستر. يعني القانون بيقول لك ان هي رو. الماتيريال على رو الوواتر. اه طب انا استفدت ايه بقى? اقول لك انا انت استفدت ايه اللي انت استفدته ان انت لو مسلا جي قللك انا عندي بتاعتها مثلا بتوب. فايند الديستي بتاعتها. فايند الريبتاعت الماتيريال دي. هتقول ليا مستر طب سانيا كده. اتعاي نكتب ده عشان الناس اللي بتشوف. طيب بص. هو انت قلت ان دي الريلاتيف دينستي ايكوال رول ماتيريال اللي انا عايزها على رول ووتر. طيب الريلاتيف دينستي قصدي هي بتو. طيب رول ماتيريال دي انا عايزها. طيب رول ووتر معي. اقول لك اه يا باشا ده رقم انت حفزه المفروض بكام? بون ثاوزن. طيب خلاص هحط هنا بدل للرو ووتر هحط وان ثاوزن. بتعمل يديك ان رول ووتر دي اه رول ماتيريال دي بكام? تطلع اه بايتو دينا تو ساوزن. طبعا الانت نتبقى بالاي? كيلو جرام بير ميتر بور ثري. بس كلا. تمام? خلي بالك او من انواع المسائل دي هي اه ما جاتش في كتاب المدرسة. ولكن ممكن اه يسألك فيها عادل انه هو حاطط القانون. اوكي? طيب. اه عايزين نتكلم بقى على الديفايس اللي بيقيس الدينستي. يا طرق ايه الديفايس اللي بيقيس الدينستي? الديفايس اللي بقيس الدينستي يا شاب عندنا اسمه هايدرو ميتر. واحنا انتم فاكرين من لسن وان قلنا هايدرو جام كلمة هايدرا اللي هي معناها ووتر باللاتن. وميتر حاجة بتقيس فلما اقول هايدروميتر بقول الديفايس او الحاجة اللي بيقيس الايه الووتر او بتقيس بتاعة الووتر. طيب الديفايس بتا شكل او عامل ازاي? احاول ارسمه لكم كده رسمة بسيطة. وبعد كده هنشوفه في فيديو حاجة ما يعني كوية ازا يعني غير اللي انا هرسمه ده. طيب هو بيبع عبارة عن زي اه اه تيوب كده. تيوب دي في نهاية كده في حاسمها بلب. بلب دي يعني حتة منفوخة يعني. بيكون فيها كده في الاخر هنا من الليد او بتبقى ميركري. تمام? وهنعرف ايه ده الوقت. وبيبقى اه مترقم كده هو عليه هنا الترقيم بتاعه والتدريج بتاعه. طبعا هنا بيبتدي من عند الايه? من عند الزيرو. وهنا يبتدي الرقم هنا مسلا يزيدي بقى 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 مثلا اه احنا متكلم على لو نتكلم بالكيلو جرامس مسلا. يعني تمام? ايه كان اللي عايز اقوله ان الزيرو بيبقى هنا والرقم الكبير بيبقى هنا. طول ما احنا نازلين الارقام عملة بتزيد. طيب وبعدين بنيجي نحطه نمسك الهايدروميتر ده. نروح مسلا نحطه كده في ايه? في كنتينر. كنتينر ده مسلا فيه تمام? طيب لو حصل والهايدروميتر ده مسلا راح عمل فلوت لفوق مرضيه ينزل. ده معنى ايه? او نزل حبا قليلين. ده معنى مستر تقوله ان اكيد الماتيريال دي الدينستي بتوعتها عاليا قوي. تمام? طب لو نزل تقوله مستر اكيد الدينستي هنا ايه? هنا قليلة. طيب تعالشوا في فيديو الكلام ده. طيب بصوا معاف في فيديو ده كده. We're going to test our batch with the hydrometer to see how much sugar is currently in it. The basic idea of a hydrometer is that it floats higher if the liquid being tested is heavier and it flows lower if it's lighter. Because sugar is heavier than water, the higher the hydrometer. We're going to test the liquid between the liquid and the liquid. It floats the more sugar is in your batch. So it'll float highest at the beginning of the process when the sugar is at its highest and it'll float lowest at the end of the when most of the sugars in your wine have been converted into alcohol. There are three common scales listed on your hydrometer. Specifically. Gravity. Potential. This is zero at the end. And it'll float lowest at the end when most of the sugars in your wine have been converted into alcohol. There are three common scales listed on your hydrometer. There are three common scales listed on your hydrometer. This specific. If you look at that, here is zero, five, ten, fifteen, twenty, twenty, twenty five. undefined gravity, potential alcohol and the brick scale. Specific gravity is the most common scale used by home winemakers and is a scale you'll see listed in most home wine recipe books. تعالوا كده نقدم الفيديو ده بص كده بص كده الفرع بين 3 دول هنا في المص كده ده تحط عشان يقيس الوطر بتاعته تمام يشوف الوطر بص جابة كام approximately 1000 لما ديجي بص على الليكود دات أكيد الدين ستعته أكبر بص هو بيول كام حتى بيول 1000 70 أو 1100 يعني لكن هنا الوطر 1000 بالضبط هنا مثلا ده دات بتبقى أقل يعني أقل دي لو جابة 0.99 and so on يعني أوكي أو لها 990 نرجع هنا بسرعة كده عايز اسأل سؤال بسرعة ونشوف الدنيا عاملية تفتكري شباب هو ليه حاطت بولز هنا من الليد أو الميركري تقول لي يا مستره وانا شوفت كده في الفيديو لما حط هيدرومتر هيدرومتر نازل واقف الهيدرومتر ما مالش يمين ولا شمال ولا واقع ولا اي حاجة تقول لي آه أصله هما لما حطوا الليد ده أو الميركري ده اللي هي الحاجات اللي هي الكورد دي اللي هنا دي لما حطوها ده عمل ايه ده خلى الهيدرومتر يفضل أو يعني يفضل ثابت ثابت رأسيا كده ولا يتحرك يمين ولا يتحرك شمال ولا يقع ولا اي حاجة من الكلام ده تمام ده انكسي يسألك ايه فاديت البولز او الميركري اللي هو محطوط هنا ده تمام كده طيب نخش في الجزئية اللي بعدها وهي ايه بقى الفاكتورس اللي اه 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 الدينسي دي بندونتو يعني نكتب كده الفاكتورس اللي ممكن تغير في الايه في الدنستي اول فاكتور واهم فاكتور عندنا وهو التمبريتشر تقولي التمبريتشر ممكن تغير الدنستي اقول لك اه احنان الدنستي يعني زحمة صح طيب دعلي كده ندي اكزامبل لو انتو مسلا عاديين في الكلاس ومسلا مسلا اعتبر يعني انتو عاديين مسلا تلاتة جمع بعض في بنش واحد تقولي يا مستر احنا في الحر مش همطيه بعض احنا في الحر في الصيف هنقوله كل واحد قطل امشي انا احنا مش عايزين نوعات جمع بعض مش قادرين يعني انجوحار جدا لكن عارف لو في الشتاء هنبقى لازقين جدا في بعض صح اقول لك تب ما ده اللي انت قلتو كده ده الافكت بتوع التمبريتشر تقولي يا مستر ايه ده يعني انا لما زود التمبريتشر لما التمبريتشر تزيد الدنستي هتقل اقول لك اه مش انتو لما التمبريتشر زادت الجو بقى حر بعدتو عن بعض تب ما انتو بعدتو عن بعض ما بقاش في زحمة تقولي اه الكلام فعلا صح طب ثانية طب ولما التمبريتشر قلت الدنستي حصل لها ايه تقولي يا مستر رجعنا انتكتك من البرد وايه ورجعنا جمع بعض فالدنستي زادت الزحمة زاد ايه ده يعني التمبريتشر مع الدنستي الريليشن بينهم ايه دايركت ولا انفرس ريليشن تقولي يا مستر اه لا ده احنا كده بقى لو عايزين نقارن ما بين التمبريتشر اه والدنستي خلنا نكتب الدنستي هي اللي فوق والتمبريتشر هي تقولي دايريشن بينهم ايه انفرس ريليشن تمام طيب بس الووتر بقى للأسف للأسف عندها تعليق على الموضوع ده الووتر ايطلك بص انا الكلام ده حلو بس معايا لحد بوينت معينة بعدها انا مش هسمح بالليه يحصل ده يعني هتلاقيني بغاية الرأي بصراحة يعني اه يعني ايه يعني يا ووتر هتعمل ايه ايطلك بص كده شايف الكيرف ده شايف اعلى بوينت هنا دي ده معناها ايه دي اعلى دنستي اعلى بوينت اهي اعلى دنستي تعالي نخش كده هو على الواي اكسس اللي هي الرو دي اعلى دنستي طيب اعلى دنستي للووتر اللي هي اللي احنا قلنا عليه طيب مصر تبدأ بيبع عند كام احنا قلنا من شوية اللي هي عند كام عند فور اهي طول يا مستر اي ده تبصني الكيرف بيقول ان انا لو مشيت يمين كده شوية الدينستي ترجعت قل اقول لك ايو ما احنا لما هنزود التمبراتشر المياه دي هتبقى تغلي وتتبخر حصل لها افابوريشن فتبقى ووتر فيبر فبالتالي لو هي ووتر فيبر الدينستي تبقى تبقى خفيفة فهتطير طول يا مستر بس برضو ده الكيرف بيقول ان انا لو ماشي على ناحية الشمال برضو الدينستي هتقل اقول لك اه وهو ده بقى اللي بيلعب لنا فيه او بتلعب لنا فيه الووتر تعال كده نتكلم عليه باستفادة اللي حصل تعال نشوف التمبراتشر والزووتر اللي بيحصل طيب بصو الشاي الووتر لو احنا جينا تعال كده نكتبها عشان بس انتو بتذكروا يبقى الدنيا واضحة لو احنا جينا حطينا او يعني خلينا التمبراتشر فروم فور وبدلنا نزود ابتو مسلا نون هندرد انا هدي اجزامبل يعني طولها مستر بص انا لما بسخن المية ده بيحصل حاجة اسمها ايفابوريش ايه الايفابوريشن ده ان المية تتبخر طولها مستر تاب مهو ثانية لو اتبخرت ده معناه ايه ان الدينستي عملها بتقل بقيت خفيفة اقول لك ايوة شفت يبقى التمبراتشر ايه بتزيد فالدينستي تقل تقول لي بس ده مستر خلي بقى لك ده من فين لفين من فور لون هندرد ماشي ده كلام سليمة مستر وده اللي احنا يعني عادفينه في اي حاجة لما بنسخنها بتخف في المفروض يعني فالدينستي عدتها تقل اقول لك كلام حلو تعال بقى نشوف طب لو من فور سليزيس لزيرو الوتر تقول لك لأ انت عارف ان انت لو فضلت تبرد فيا وتخلي التمبراتشر تنزل تقل عن فور عارف الدينستي سعدك حصلها ايه هتقل هي كمان تقول لي ايه ده مستر ده الريليشن هنا انفرس و الريليشن هنا دايريكت اقول لك اه تقول لي ايه ده يعني الوتر بتغير كلامها بتقول كلامه وترجع تقول كلام تاني اه ده اكوردين للا ايه او بالنسبة للا ايه للا ايه للا تنبريتشر هتتكلم تنبريتشر من فين لفين اوكي زي بصر طب بس ازاي اقول لك انا ازاي اللي بيحصل ان لما الوتر بتبتدي عند فورس لزز دجري بتبتدي تتجمد فتبتدي تعمل حاجة اسمها كريستلس حتة دي كتبه من رأس ما قالهاش بس ده اللي بيحصل حابب بقلهولك عشان بس تبقى انت فاهم الكريستلس دي يا شباب اللي هي بتبقى عارف انت في لما بيجي كده الكريستلس ويجيبولك كده لان السماء بتمطر تلج كده على شكل نجمة هو هو دي هي دي الكريستلس اوكي طبعا مستر اه وبعدين اقول لك ما هو الكريستلس دي لما بتتكون بيبتدي الفوليوم بتاعها يزيد طب ما لو الفوليوم زاد الماس ستلزا ما هي اه الماس كونستلت ما تغيرتش طبعا مستر ده انكيس ان الماس كونستلت يبقى رو مع الفوليوم انفرسلي ايه ده اه يبقى لما بتقل وبتيجي تتجمد بتتحول بقى بتبقى بيبتدي بقى فيه كريستلس والكريستلس دي بتخلي الفوليوم يزيد والفوليوم لو زاد الدينستي ايه تقل وده اللي احنا قلنا انت مش مطلوب منك كل ده انت بس مطلوب منك تبقى فاهم وحافظ للأسف يعني ان من فور اب تو وان هندرد او 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 التمبريتش الدينستي بحصل لها ايه هي انفرس تمام ولكن فروم زيرو او فروم فور تو زيرو التمبريتشر بتقل اه فالدينستي برضو تقل يعني هنا هتبقى انفرسلي بروبورشنال لكن هنا هتبقى ايه دايريكت بروبورشنال اوكي اتمنى تكون الحكتة دي مفهومة كويس طيب الجزء اللي بعدها يا شباب بتتكلم بقى عن حاجة اسمها السلونتي حاجة اسمها ايه السلونتي ايه السلونتي دي السلونتي دي جاي من كلمة السولت يعني تمام طيب مصر ايه ايه العلاقة بقى اقولك لأ تعالى بقى هو لو احنا جينا نتكلم عن السولت ووتر وجاينا نتكلم عن الفرش ووتر تفتكر اللي اتنين عندهم نفس السلونتي بتاعت بعض اكيد لا تقول لي طبش معنى اقول لك تعالى اه دي كده هي البارتكلز بتاعت الووتر تمام ادي واتدي برضو برضو ناي بارتكلز ايه ايه الفرق بقى ما بينهم اقول لك تعالى بقى مش في دي يعني في ملح تقول لي ايه ايه المشكلة اقول لك تعال ايه نحط الملح في الماء. تقول لي اهو كان دي الملح اهو. حطينا ملح. ايه المشكلة? اقول لك وانت مش واخد بالك ان الدنيا بقت زحمة شوية. مش واخد بالك ان الزحمة هنا اكتر من الزحمة هنا. تقول لي اه. اقول لك تب ما اهجزت ان الزحمة زادت. يبقى للدنستي حصل لها ايه? تقول لي اه ده زحمة زادت. البارتكيلز زادت. اللي جوه الماء. فبالتالي الدنست بتبعتها ايه? زادت. ولما الدنست بتبعت الماء تبقى زيادة. انت لو بتعوم في البحر. بتلاقي نفسك ايه? الماء بترفعك. تمام? وبترفعك بسهولة وبتعوم بسهولة. ليه? اصل الماء هناك تقيلة. وانت لما بتيجي تنزل ما بتغسش. وما بتتبع رفعك لفوق. بتعمل انت فلوت. لكن في النيل مسلا. ويقول لك النيل ده انت ممكن تغرق فيه بسهولة. ليه? ميته ومفروض تبقى فرش. فالدنست بتبعتها الى حد الماء. وليلة شوية. وانت لما ديجي تنزل فيها. اللي يحصل تبقى الدنست بتاعتك انت الى حد ما عالية. فتلاقي نفسك عمال ايه? بتغرق لتحت. كأن الماء بتسحبك لتحت. تمام يا شباب? اظن الحصة دي لزيزة وسهلة ما فيهاش مشكلة. تمام? طيب. تعاني نتكلم على اخر حاجة. وهي. يا شكباب يا ترى. ايه اللي بيحصل? لما يزيد. يخلي الدنستي ممكن تتغيرها. اقول لك بص معي. لو اعتبرنا ان احنا ده كده بحر. تمام? ده كده شط البحر. وانت جيت بتاخد غطس هنا كده. اهو. بتعوم اهو. وبتاخد غطس كده اهو هنا. طيب ميسر هو ايه الفرق من ده وده? اقول لك تعال انت بقى بص الفرق. لو جيت قلت لك كمية الووتر اللي فوقيك هنا. وكمية الووتر اللي فوقيك هنا. انهو اكتر دي ولا دي? طيب ميسر اكيد. الكمية دي يقول ليه لا والكمية دي هي الكتبيرة جدا. طيب ايوة ايه يعني? طيب اقول لك هو يعني ايه برشور اصلا? عشان نربط الموضوع. يعني ايه برشور? برشور يا شباب يعني ضغط. طيب يعني ايه ضغط? طيب ايه ميسر عارف انت لما بيبقى مثلا ناعد في الكلاس ويجي مثلا ميسر يبقى معدي من جنبي ولا حاجة بيتكلم وفاجأة يجي يسند علي. فانا كده في وجهة اقول له ايه يقول له ايه عميش بس ميسر ما تضغطش قوي علشان انا كده في وجهة بس. طيب ما انت قلت اهو ما تضغطش ما تضغطش دي جات منين? طيب اه اصلا هو داس علي عمل فورس علي فلما في فورس بتحصل على اريا معينة ده بسميه ايه برشور. فلما يبقى الووتر اللي هي بقى ليه هوية الفورس فوق راسك هنا هي الووتر هنا عملة بتعمل ايه? عملة بتدوس عليك. والووتر هنا برضو عملة بتدوس عليك. طيب ايه كده الووتر هنا ايه? عالي. والبريشور هنا ايه? تقول لي تمام حلو ايه بقى اللي حصل مع الووتر اقول لك تعالى بقى. لما انا امسك الووتر تعالى بتخيل بقى ان فيه انت مش هنا انت اه هنا فيه ووتر تمام? طيب يا مستر اه ده لو في مية فوق او بمعنى صح يعني كل ما بننزل في البحر التحت البرشور بيزيد. ولو البرشور زاد كأننا دستنا على البرتكلز بتاعة المية اللي هي مسلا تعمل بصت كده هنا كأننا جبت البرتكلز دولة تسعة دولة روح تدست عليهم دست عليهم دست عليهم يحصل لهم ايه? هيبتدوا يقربوا 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 لبعض. طب ما هو لو قربوا لبعض لو البرتكلز بدل ما هم كده مثلا بقوا كده هو. تفتكر كده البرتكلز هنا اكبر ولا البرتكلز هنا اكبر? اكيد هنا البرتكلز ايه? البرتكلز اكبر. وبالتالي لو عايزين نعمل الريليشن الريليشن دي بيتعبر عن اللي بيحصل ما بين الدينستي والبريشر هنقول ان الريليشن بينهم ايه الريليشن بينهم دايريكت ريليشن اوكي اه لحد هنا كده اظن ما فيش اي مشكلة صح وبكده لو لحد هنا الدنيا تمام مفاش اي مشكلة يبقى احنا كده خلصنا لسنو النهاردة لسنو النهاردة سهل واللزيز وما فيش كلام كتير وما فيش صعوبة بالعكس هتليه سهل جدا حتى في كتاب المعاصر لما ينزل هتلاقي اسئلته قليلة ولزيزة مفاش اي ازنة ام حاجة بس انك تبقى فاهم كويس يعني اه ما تبقاش داخل زي كده حافظ على الفاضي وخلاص لا لازم برضو تبقى فاهم وتربط وتربط كل حاجة ببعض عشان دي هي دي تمام اه اتمنى تكون السيشل النهاردة لزيزة خفيفة وما فيش اي مشكلة لو في اي حد عنده مشكلة اه الكومنت انا فاكر الفيديو اللي فات الكومنت كانت مفولة بس الفيديو ده ان شاء الله الكومنت هتتفتح اه دي كانت بس غلطة ولو حد عنده اي مشكلة يبقى تالي هحاول برضو ان انا ننزل لكم الشيط اللي فات والشيط ده او ممكن اسيب لكم رقم تليفوني فتبعتولي واتساب ابعتلكو الشيط ده اوكي اه ربنا معكم وان شاء الله اه حاولو تذكر اول باول عشان اه في الامتحانة الشهر تبقى الدنيا كويسة وان شاء الله برضو في الامتحان تتوفق وتبقى دراجات كويسة. يلا سهلا يا شباب.